السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجد عبد الرازي استشاري أمراض موادية وجهزة عظمي وكبد أتشارف بوجودي معكم موضوعنا النهاردة عن تحليل الإيدز والإرهاق في الواقع بعض الشباب يتعرض لعلاقات جنسية خارج إطار الزواج نتيجة مشكلة معينة يلجأ الشاب للترفيه يقع في علاقة جنسية خارج إطار الزواج وهذا يمكن أن يؤدي به إلى اكتئاب شديد ويرفض الأكل والشرب يبدأ عن أصحابه ويبدأ عن أقاربه ويبدأ يخش في موجة اكتئاب ويستغفر ربنا سبحانه وتعالى لكن في الواقع هو يبدأ يفتش إذا كان حصل له مرض جنسي أو لا فمن ضمن الأشياء التي توجهه هو حاسس أن جسمه تعبان، هو مرهق هو لا يستطيع أن يقوم بالواجبات اليومية التي يقوم بها إذا كان يذهب إلى الكلية فهو لا يستطيع إذا كان هناك عمل معين يقوم به فهو لا يستطيع حاسس بتكسير في جسمه ويوجع في عضلاته طبعاً هذه الحكاية هي مخليات الآن أكتر وخايف لا يكون فعلاً أصيب بمرض جنسي طيب، هو فعلاً بالنسبة لبعض الأعراض بالنسبة لمريض اللي تعرض لعلاقة جنسية ممكن يكون أصيب بالفعل بأحد الفيروسات اللي هي الفيروس المضخم للخلايا أو لفيروس مرض القبولات اللي هو الإبشتين بور بيروس وده ممكن يخليه عنده نوع من أنواع الوهن والضعف العام وفي نفس الوقت الخمول وأنه مش قادر يقوم بالواجبات بتاعه ده مش نتيجة الـ HIV لا، ده ده فيروس تاني فيروسات أخرى ممكن تؤدي إلى هذا وتنتقل عن طريق العلاقات الجنسية أيضا هذا الشخص يدور في جسمه ويشاهد هل هناك ظهر طفح جلدي هل هناك ظهر تدخم في الغدد اللينفوية في الرقبة هل هناك ارتفاع في درجة الحرارة طبعا لو ظهر له ارتفاع في درجة الحرارة أو جاء له احتقان فقط في الحلق أو لوز سيشك 100% أنه جاء له مرض جنسي في الواقع لا يجعله شيء فقط جاء له أنفلونزا أو جاء له احتقان في الحلق فقط وعادة هذا يأتي في أول أربع أو خمس أيام هذا لا يوجد أي علاقة بالإيدز أو هو الـ HIV طبعا نحن عارفين الـ HIV عندما يعمل الأعراب الأولينية تأتي من أسبوعين لثلاثة عبارة عن احتقان في الحلق أعراض أمفلونزا طفح جلدي على الصدر ممكن يحصل له تدخم في الغدد اللينفوية في الرقبة ارتفاع في درجة الحرارة وهن وضعف عام وآلام في العضلات لكن هذا إمتى بعد أسبوعين ثلاثة؟ لكن صاحبنا أو صديقنا جاء له التعب في أول ثلاثة أربعة إيام إذن هذا لا يوجد علاقة بموضوع الـ HIV إذن هذا ممكن يكون لوز عادية احتقان في الحلق عادي أمفلونزا عادية وممكن أيضا يكون جاء له سيلان في الحلق أو كالاميديا في الحلق وكما قلت لكم ممكن يكون جاء له الفيروس المضخم للخلايا أو الفيروس مرض القبولات لكن في الواقع بالنسبة للمريض الذي لديه HIV ومرت عليه سنوات وعندما أخذ العلاج ولم يذهب للدكتور ولم تشخصي ممكن فعلا يأتي له إرهاق وهذا لأسباب كثيرة أول شيء نتيجة أن الأمراض الانتهازية المعدية تبدأ تنشط عنده مثل مرض السل مثل الالتهابات الرئوية مثل أي بكتيريا تعمله خراريج الخراريج تؤدي إلى ارتفاع في درجة الحرارة وتؤدي إلى ضعف عام وأنه حاسس أنه لا يستطيع يمارس المهام والوجبات اليومية أيضا هذا مريض الإيدزي يكون عنده في معظم الأحوال فقر دم وضعف عام وهذا نتيجة الفطريات التي تكون موجودة في الفم لا يأكل كثيرا وممكن أن يأتي له نوبات من القيء لا يستطيع أن يستفيد من الأكل ويبقى عنده عصر هضم وفي نفس الوقت هذا الشخص تبقى القابلية والشهية للأكل ضعيفة وممكن أن يكون عنده إسهال مزمن وبالتالي عنده ضعف عام نتيجة الإسهال المزمن لا يستطيع أن يقوم بواجباته ولا يستطيع أن يعمل أيضا العوامل النفسية يجب أن الشخص الذي عنده HIV يبقى أساسا مكتئب يبقى عنده عدم الرغبة في الأكل الشهية ضعيفة عدم الرغبة في الخروج والفسح عدم الرغبة في الترفيه طبعا كل العوامل النفسية تجعله مكتئب وتجعله عنده اضطرابات في النوم ومش قادر يقوم بواجباته وبالتالي عنده ضعف عام سوق التغذية لو ما بيقولش كويس كما قلت لكم هناك أسباب لسوق التغذية غير فقر الدم يعني يبقى عنده نقص في فيتامينات بهم مركب عنده نقص في الحديد في الزينك في فيتامين دال في الكالسيوم عنده مجموعة فيتامينات نقصة في جسمه أيضا ممكن يكون هذا الشخص عنده أورام لأن المريض الإدزي في المراحل الأخرانية تبقى المناعة منخفضة جدا فتظهر عنده الأورام السرطانية نتيجة ضعف المناعة وبالتالي هذا الشخص معرض للضعف العام نتيجة الورم والذي سببه هو وجود الـ HIV وبالتالي هو ليس قادر يتحرك من مكانه ليس قادر يعمل ليس قادر يعمل ليس قادر يمارس واجباته طبعا هذا الشخص أيضا ممكن أن بعض الأدوية التي نعطيها للمريض الإدزي أو الإدزي تعمل أثار جانبية وبالتالي ممكن تؤدي إلى بعض الأحيان قيء أو تؤدي إلى أن تقلل الشهية طبعا الطبيب المختص يمكن أن يعدل في هذا الدواء ويبدأ له نوع آخر طبعا مهم جدا أن نعرف أن هذا المريض الإدزي يكون اليوم متلقبط عادة النوم ممكن تكون سيئة ممكن يكون مدخن شديد نتيجة الاكتئاب ممكن يكون يتناول أيضا أنواع من المخدرات بالتالي هو جسمه مهمد وليس قادر يقوم بواجباته النظام الصحي الغذائي متلقبط ممكن يفطر متأخر ممكن أن يتعشي كل هذه الأشياء ممكن تؤدي إلى ضعف عام أيضا يحدث لهم لغبطة والطراب في الهرمونات هذا ممكن يؤدي إلى الطراب في عمل الغدد بتاعتهم وبالتالي ممكن يؤدي إلى خمول عام والطرابات عامة في الجسم وبالتالي هو غير قادر على العمل أو أن يذهب إلى كليته طبعا مهم جدا التشخيص المبكر مهم جدا أن تراجع الطبيب المختص وتكشف أنا سأقوم برقم الواتس لو هناك أي استفسارات أو استشارات طبية 02-010-27-28-4778 أشكركم جزيلا الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتباع